دخلت مضمرة الصواريخ الامريكية امس ثلاثة المياه الاقليمية لجزر الشيشع الصينية ومعشرة ان اقامت القوات الصينية بتحقق من هويتها وبانذارها بالمغادرة في هذا الشعن قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية واتشن يين في مؤتمر صعفي اليوم الاربع ان الجانب الامريكي يقوض سيارة الصين وانها وان الجانب الصيني عرب عن احتجاجه الشديد لزا ذلك تعد تصارفات السفينة الحربية الامريكية انتهاكا للقانون الصيني والقانون الدولي لمعنيين وتقوض سيادة الصين وامنها وتهدد اروح الافراد على القطوط الامامية نعارض هذه التصارفات وقدمنا احتجاجات شديدة الى الجانب الامريكي وقالت خوات شوين ان الحكومة الصينية ستتخذ اجراءة ضرورية سعيا للدفاع عن سيادتها الاقليمية ومصالحها البحرية كما حفى الجانب الصيني الجانب الامريكي على احترام سيادة الصين ومصالحها الامنية واحترام الجهود التي بذلتها دول المنطقة للدفاع عن السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي ووقف الاعمال الخاطئة الممثلة